بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة ناجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجلؤون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع أو ودين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء ضروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فيتبعوا شهاب مبين والأرض بدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمي مسلون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمي مسلون فإذا سويت ونفخت في من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمي مسلون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك الأعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصفون إن المتقين في جناتهم وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا وأن على سذر متقابلين لا يمسون فيها نصف وما هم منها بمخرجين نبع عبادي نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب أليم ونفئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجد إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل الوطن إنا لمنجوه من معين إلا امرأة مقدرنا إنها لمن الغابرين فلنما جاء آل الوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقروع مصبحين وجاء أهل المدينة يستمشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقبحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك على العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سسرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبيما من مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ما منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصفع الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين أجمعين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أجمعين أجمعين وأجمعين فضل أجمعين